أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن برنامج الطروحات يمثل الجنب التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها عقب المؤتمر الاقتصادية في أكتوبر الماضي جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لاستعراض موقف الشركات المقرر أن يشملها برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة في عدد قطعات حيث تم عرض الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني لعمليات الطرح وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع جاء للاتفاق على الخطوط النهائية لقطة الدولة التفصيلية فيما يتعلق بالطروحات خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن قطة الطرح لمدة عام كامل والتي ستشمل طرح أسهم في عدد سيزيد على الأرجح عن عشرين شركة حيث سيكون جانبا من الطرح في البرصة بهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في الملكية العامة وجانبا آخر لمستثمرين استراتيجيين لزيادة نشاط الشركات ورأس مالها والتوسع في الإنتاج والتشغيل اشتركوا في القناة